ترأست الأميرة لالا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السترس لحماية البيئة اليوم بالرباط المجلس الإداري للمؤسسة وفي مستهل لأشغال المجلس أشادت الأميرة لالا حسناء بالعمل المنجز وبالنتائج الملموسة التي تحققت منذ إنشاء المؤسسة في يونيو 2001 وبعد مراجعة منجزات 2017 والآفاق المستقبلية قام مجلس الإدارة بالمصادقة على حسابات السنة المالية 2017 وقد رحب المجلس الإداري بتعيين الأميرة لالا حسناء سفيرة للنواي الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق من أجل حوض الكونغو الذي تم إحداثه من قبل 12 بلدا من هذه المنطقة في التسع من مارس من 2017 بجمهورية الكونغو وقد مثلت الأميرة لالا حسناء مؤسستها في العديد من التظاهرات الدولية التي ألقت أثناءها خطابات افتتاحية من قبيل المؤتمر العالمي للتربية على البيئة في شتنبر 2017 بفانكوفر في كندا ومنتدى النساء بطورنتو في مارس 2018 ويشهد برنامج جواطئ نظيفة الذي يعرف موسمه الثامن عشر يشهد نوعا من الإقلاع الذي تم تحضيره بشكل خاص بمعية وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص المديرية العامة للجماعات المحلية ويتجسد هذا الإقلاع بواسطة أدوات التدبير والتكوين في هذه السنة بواسطة مراجعة دورية بل مراجعة دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتدبير الشواطئ وقد تم إطلاق حملة تحسيسية واسعة خلالها صيف 2018 عبر نشر وصلات تلفزية على القنوات الوطنية ورسائل تحسيسية على الراديو وفي سنة 2017 توسع برنامج المدارس الإيكولوجية ليشمل التعليم الأولي وذلك مع تعبيم التعليم الأولي الذي أطلقه الملك محمد السادس في يوليوز 2018 وفيما يخص برنامج الهواء والمناخ فإنه اهتم هذه السنة بالمناطق الترابية متخذا من مراكش مدينة نموذجية حيث أن مشروعي الحصيل الكربونية وإدخال التنقل الكهربائي لأول مرة بالمغرب يوجدان في طور الإنجاز وتشرف المؤسسة على تدبير حوالي عشرين برنامجا في ستة مجالات للتدخل وهي التربية على البيئة والساحل والهواء والمناخ والسياحة المستدامة وحماية وتلمية واحة ناخيل مراكش والمتزهات والحدائق التاريخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر